السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ ياربو كلكم تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ نحل اكسرسايز 5 زي ما انتو شايفين ادنج ان سبتراكتينج ميكسد نمبرز وز لايك جينومنيترز فيندنج لايك جينومنيترز استيميشن وز ميكسد نمبرز تمام؟ نبدأ بكوتشن نمبر 1 طبعا لما تلاقي رسمة الكتاب دي معناها ان السؤال ده موجود في كتاب المدرسة بتاعتك هم يديلك value الvalue دي واخد شكل ميكسد نمبر ميكسد نمبر يعني whole وعايزك انت تكتبها as improper fraction equivalent يبقى الميكسد هتحوله الامبروبر وبعد كده تكتبهوله ميكسد نمبر اكوفيلانت طبعا الكلام ده انا الوقت بحل اكسرسايز يعني انت المفروض ان انت شفت الفيديوهات اللي قبل كده عشان تقدر تمشي معايا في الاكسرسايز وانا بحل ماشي نبدأ بسم الله كله يقول بسم الله يا شباب طيب اول ميكسد نمبر معايا 3 and one third عشان احوله الامبروبر فراكشن اتفقنا هننزل multiple ونطلع ببلس السهمة بتاعي هبدأ من الهول نمبر انزل على الديناوينيتور اعمل ملتي بلاي واطلع ببلس 3 by 3 equals 9 9 plus 1 equals 10 over وتنزل السري تاني اللي هي بتاعت الديناوينيتور زي ما هي تمام كده طيب ميكسد نمبر اكوفيلانت ارجع تاني عند الميكسد نمبر اللي قدامك ده السري دي كتبها لك ايه كتبها لك تو يبقى هو خد 1 خد ايه 1 وال1 ده هيخليه 3 over 3 وهيزوده هيعمل له بلس ال 1 over 3 ماشي الكلام 3 over 3 plus 1 over 3 يعني 4 over 3 هقول تاني للي مش فاهم لما جيه يعمل ميكسد نمبر اكوفيلانت فكر في السري دي انها 2 plus 1 انا بتكلم على الهول نمبر دلوقت ماشي الكلام اتو نزلها زي ما هي زي ما انتو شايفين وراح لل 1 دي فكر فيها انها 3 over 3 مراحش كتب 3 over 3 بق 3 بق جمعها الاول على ال 1 third اللي عنده 3 over 3 plus 1 over 3 هتديني 4 over 3 لانه هم like denominators زي ما انتو شايفين فنزل 3 وجمع ال numerators بتاعته 3 plus 1 equals 4 تمام يبقى هيدي الطريقة اللي انا بكتب بيها ميكسد نمبر اكوفيلانت يلا تاني اوكي يلا انا معي ميكسد نمبر اهو وعايزة حوله ابدأ من الهول نمبر بتاعك وانزل ملتبلاي واطلع ببلاص ادي ملتبلاي ويدي بلاص 2 by 8 equals 16 16 plus 5 equals 21 نزل لي بقى ال denominator over 8 تمام طيب وانا بحولها الميكسد نمبر اكوفيلانت راح عند التو دي فكر فيها انها 1 وان 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 هشرحها مرة كمان بالمنظر ده خد وان نزلها زي ما انتو شايفين زي ما هي كده وجي على الوان التانية هيفكر فيها في ايه ان هي 8 over 8 ليه 8 over 8 عشان ال denominator اللي عندي هنا equals 8 فهيفكر في الوان التانية دي انها 8 over 8 تمام يروح يكتب 8 over 8 هنا لا يجمع ال 8 over 8 على ال 5 over 8 اللي قدامك دي تمام اهم like denominators هيتنزل ال 8 تحت واجمع ال denominators ده بق 8 plus 5 equals 13 المنظر ده اسمه ميكسد نمبر اكوفيلانت زي ما انتو شايفين طبعا السري فاليوز اللي قدامك دول هما اكوال بس اغدين اكتر من فورم ماشي طب هنا هو بصوا كده هو ميدي لك وعاوزك انت تكتب له الميكسد نمبر والميكسد نمبر اكوفيلانت اوكي 28 over 5 يعني 28 divided by 5 اوكي ابدأ راجع كده table 5 انا عندي 5 by 6 equals 30 more than 28 يبقى مش هتنفع طب 5 by 5 equals 25 اوكي دي اللي قبل 28 على طوله هيبقى معايا 5 دهول اطرح بقى 28 minus 25 عشان تجيب الريماندر بتاعك معايا ريماندر 3 over 5 تمام كده يبقى انا كتبتها اذا ميكسد نمبر 5 and 3 over 8 over 5 طيب بعد كده راح هنا كتب لك ايه كتب لك 3 يميز ده المرة دي كتب لي 3 مش كتب لي حتى 4 كي ايه المشكلة تعالوا نفكر فيها كتب لك 3 يبقى راح عند الهول نمبر بتاعك ده وقسموز دي قسموز 3 و 2 صحة ولا لأ طيب خد السري وكتبها زي ما هي كده يبقى توجي ايه النمبر اللي الدينامينيتر بتاعهم 5 ولما تعمله divided by 5 يجي لك 10 يميز 10 divided by 2 equals 10 divided by 5 equals 2 يعني 2 دي هفكر فيها انها 10 over 5 10 over A 5 عشان 10 divided by 5 هترجعني تاني عند 2 تمام خد 10 over 5 واجمعها على 3 over A 5 10 over 5 واجمعها على 3 over 5 الدينامينيتر بتاعك 5 اهوت عشان هما لايك دينامينيتر اجمعها بقتين plus 3 equals 13 تمام كده يلا لبعدها معي 4 and 3 over 4 هو من الجهالي ميكسد عادية تمام يلا نبدأ نحولها الامبروبر فراكشن انزل ملتبلاي وطلع بايه ببلس تمام كده 4 by 4 equals 16 16 plus 3 equals 19 نزل لدينامينيتر 19 over الفور بعد كده نكتب له الميكسد نمبر equivalent بصوا كده الفور هو كتبها لي 3 يبقى فكر فيها ايه فكر فيها 3 1 تمام خد 3 وكتبها الوان دي هفكر فيها ايه يا ميس هفكر فيها ان هي 4 over 4 4 over 4 ليه عشان الدينامينيتر اللي هنا هوت في الفراكشن دي عبارة عن 4 يبقى الوان هفكر فيها انها 4 over 4 تمام اجمع 4 over 4 plus 3 over 4 يبقى نزل الدينامينيتر 4 ويجمع الدينامينيتر 4 plus 3 equals 7 انا هنا بشرح لك انت لو مش محتاج تكتب الكلام بتاع الشرح دوت وعارف تحسبها في مخك تمام مفيش اي مشكلة لكن هنا انا بوري لك انا بعمل ايه هنا انا بوري لك انا بعمل ايه تمام كده طب يلا اللي بعدها مديلي وعايزنا يكتبها بقى وعايزنا يكتبها ايه ميكس نمبر اكوفلينت اوكي يلا 9 over 2 يعني 9 divided by 2 ايه الاخبار 9 divided by 2 equals 2 by 5 يميس equals 10 more than 9 مش هتنفع هاخد اللي قبلها 2 by 4 تمام 2 by 4 equals 8 equals 8 طيب 9 ميناس لقيت عشان تجيب الريميندر بتاعك 1 over 2 يبقى انا معي 9 over 2 equals 4 and half زي ما انتو شايفين كده تمام بعد كده بصوا كده كتب لي هنا 2 يا ميس مش عملها 3 و 1 عملها لي 2 2 المشكلة فكر فيها هي على طول انها 2 و 2 الهول number بتاعك اوكي خد 2 كتبها زي ما هي بالمنظر ده يبقى انت هتروح عند 2 التانية دي وتفكر تفكر خلاص انا عايز fraction with denominator 2 اوكي وعايز number اكتبه هنا divisible by 2 يديني 2 4 4 divided by 2 هيديني ايه 2 صحة ولا لا يبقى التو لما اجي حولها الimproper fraction هتبقى 4 over 2 هقول تاني التو لما احب احولها الimproper fraction with denominator 2 عشان الفراكشن اللي هنا الديناميناتر بتاعها 2 هتبقى 4 over 2 اجمع بقى 2 fractions اللي قدامك like denominators اهو هتنزل التو في الديناميناتر اجمع 4 plus 1 equals 5 فيبقى 4 and half equals 9 over 2 equals 2 and 5 over 2 كلهم equal ولكن اغدين more than one form اكتر من شكل more than one form اكتر من شكل لكن هما equal fractions تمام كده طب the last one 22 over 4 over يعني divided طيب يلا نبدأ نفكر كده وانا بحولها من improperly mixed 22 يميز divided by 4 4 by 4 equals 4 by 5 equals 20 4 by 6 20 4 20 4 22 مش هتنفع يبقى انا هاخد 4 by 5 تمام اللي قبلها على طول ماشي يبقى انا معايا 5 واحنا قلنا 4 by 5 equals 20 تمام طب 22 minus 20 يبقى انا معايا remainder 2 over 4 انا كده حولت هلو تمام كده طب بصوا كده لما جي حول هالك لمixed number equal انت عمل ايه ده كتاب لي معنى كده انه راح على الهول number فكر انه هو ايه 3 plus 2 تمام خد 3 وراح كتبها زي ما انتو شايفين يبقى انت مطلوب منك ان انت تفكر في 2 دي equals ايه عايز احولها الفراكشن with denominator 4 طبعا هحولها خلاص اسأل نفسك ايه النمبر اللي لما تعمله divided by 4 يدي لك 2 ايه النمبر اللي لما تعمله divided by 4 ما انا هجيب الرقم اللي هن لما عمله divided by 4 يدي 2 تمام بقى معاك وهنا في فراكشن تانية هنبدأ نجمعهم على بعض هما الاتنين زي ما انتو شايفين هنزل للفورة هم هي كده خلصت اسمها ايه اسمها number equivalent التلاتة three forms دول equal ماشي الكلام تعالوا نشوف السؤال اللي بعد بصوا بيقول لكم ايه بيقول لك evaluate each sum or difference simplify if possible طب يعني انا مطلوب مني حاكتين اعملهم evaluate تحسب plus or difference sum يعني plus و difference يعني هتقابل minus simplify if possible يعني كمان بعد كده بعد ما تعمل لو انت لقيت ان انت تقدر تعمل simplify لقيت common factor between the numerator and the denominator تبدأ تعمل divided by it اللطيف في الموضوع في السؤال هنا هوت انهم like denominators like a denominators واحنا اتفقنا لما بلاقي like denominators كده ودي اول حاجة لازم تبص عليهم احنا هنجمع fraction plus fraction whole number plus whole number تمام طب هنا هوت denominators 5 هنزلها هي هروح اجمع 3 plus 1 equals 4 بجمع ال numerators اجمع whole numbers بتاعتك 1 plus 3 equals 4 يبقى انا معي 4 and 4 over 5 طب ينفع عمل لها simplify لا يمسنخيش common factor between 4 وال5 هي كده خلصت يلا يلا اللي بعد هما like denominators احنا اتفقنا اول حاجة بص عليها في الفراكشنز like denominators ولا unlike denominators طب اوكي هنزل 6 هو في denominators وبعد كده 1 plus 3 equals 4 نروح نجمع ال whole numbers 7 plus 1 equals 8 يعني يسخه دي بالك 4 over 6 ديت في الفراكشن بتاعتي هما الاتنين even numbers معنى كده ان هما الاتنين divisible by 2 تمام يعني ممكن اعمل للمنظر اللي قدامي ده المixed number ده simple phi تمام الات هتنزل زي ما هي وهعمل line بتاعي بالمنظر ده وهبدأ اقول هما الاتنين قلنا divisible by 2 4 divided by 2 equals 2 6 divided by 2 equals 3 ماشي الكلام طيب يلا لبعده minus وعلامة الكتاب دي يقولنا يعني السؤال موجود فين في كتاب المدرسة بتاعك طيب هما like denominators هنزل لو اتفقنا fraction plus fraction الاول او fraction minus fraction تمام طيب هنزل 7 في ال denominators وبعد كده 3 minus 1 equals 2 ها وبعدين هنا هوت بقى اروح لل whole number 8 minus 8 equals 0 منتش محتاج تكتب ارجع تاني بص على الفراكشن عندك بينهم common factor between numerator والdenominator لأ مفيش هي كده في السمبل استفورما بتاعتها خلصت يلا لبعدها 3 and 2 over 5 minus 1 and 4 over 5 اول حاجة like denominators ولا لا like denominators يا مست fraction minus fraction نسخد يبالك الفراكشن الاولانية less than الفراكشن التانية 2 over 5 less than 4 over 5 يبقى انا محتاج اعمل ايه محتاج اعمل regrouping محتاج اعمل regrouping يعني ايه يعني هجيب mixed number equivalent زي ما كنا بنعمل هن اوكي طب اجيب المixed number equivalent ازاي على طول هتروح في السري دي وتفكر فيهم انها 2 plus 1 انها 2 plus ايه 1 انا بكتب قدامك تفكيرك مش محتاج تكتب ده لكن انا بوريلك انت بتفكر ازاي تمام التو دي لان 2 over 5 هتروح تستلف من السري دلوقتي تمام التو دي هتنزل زي ما هي الوان دي هتفكر فيها انها 5 over 5 عشان الدينامينيتور اللي عندك هنا 5 فالوان هتفكر فيها انها 5 over ايه 5 over 5 بعد كده روح اجمع ال 5 over 5 اللي هي الوان دي على الفريكشن اللي عندك اصلا في المسألة تنزلي 5 في الدينامينيتور بالمنظر ده اوكي واجمع النيوميريتور زي بقى 5 plus 2 equals 7 فبقى عندك السري بقى عندك زي ما بقولك كده السري and 2 over 5 هي هي 2 and 7 over 5 هما الاتنين كده هو equals تمام لكن دي اسمها mixed number equivalent كده ينفع اعمل المينس بتاعي اه ينفع ليه لان 7 over 5 بقت 4 over 5 يلا فريكشن مينس فريكشن هروح اعمل كده هوت اللاين بتاعي وال5 هتنزل عشان هما like denominators 7 minus 4 equals 3 روح للwhole numbers ما بقاش معايا 3 خد بالك انا معايا 2 2 minus 1 equals 1 تمام يا شباب يلا لبعدها like denominators اول حاجة بص عليها في الفريكشن زي بتاعتك like denominators ولا unlike denominators هم يمس زي بعض نزلي الفور في denominators اجمع 3 plus 1 equals 4 تمام كده وبعد كده 2 plus 5 equals 7 الwhole numbers بتاعي خد بالك من حاجة هلينفع تسيبها بالمنظر ده 4 over 4 يعني ايه يعني 1 hole يا ميس روح زود 1 hole ده على 7 4 over 4 يعني 1 hole زود هلي على 7 هيبقى معاك 8 تمام الحاجة ببص عليها هروح اعمل الفريكشن بتاعتي وهنزل الفور في denominators اجمع لي النوم بتاعتك 3 plus 3 equals 6 بعد كده روح اجمع الwhole numbers بتاعتك 8 plus 2 equals 10 طب ده منظر اوكي هسيبه بالمنظر ده ولا هزبطه لا هزبطه هنزبطه ازبطه ازبطه فكر لي على طول في 6 over 4 دي انها 4 over 4 عشان تدي لل 10 1 hole 4 over 4 2 over 4 هفكر في 6 over 4 دي انها 4 over 4 عشان هزود على 10 1 هيبقى معي 11 تمام كده و 2 over 4 هكتب خد بالك لسه خطوة كمان ليه اصل 2 over 4 هم الاتنين even numbers يعني هبدأ اعمل النيوموريتر with denominator divided by 2 2 divided by 2 equals 1 4 divided by 2 equals 2 يبقى هي دي simplest form بتاعتها ابسط صورة ممكن اكتب فيها number اللي قدامي ده تمام تعالوا نعمل دي كمان والجزء التاني دو اعتبروه homework ماشي وبعد كده نشوف سؤال تاني منظر سؤال تاني هنبص هنزل الفورة اجمع النيوموريتر 1 plus 3 equals 4 روح اجمع الهول numbers 2 plus 2 equals 4 4 and 4 over 4 4 over 4 دي يعني ايه يعني 1 هول ياميس مش هينفع سبها بالمنظر ده هزود ال 1 هول على ال 4 هتبقى معي 5 تمام بص على الاسئلة دي كده ممكن توقف الكاميرا لو انت لسه مشتريتش الكتاب تنقلهم في ورقة وتبدأ تحلهم اتفقنا عشان تذاكر ميس لازم ورقة وقلم وتحل بجدك تمام كده نبص على سؤالتين نبص على السؤال اللي بعده بيقولك choose from the given value to solve each هومي تديلك زي ما انتو شايفين equations عرفت منين انها equation عرفت لانه كتبلك symbol يعني كتبلي B D G عشان كده بيبقى اسمها equation تمام انت مطلوب منك تجيب value of the unknown value of the unknown تمام value يعني ايه يعني قيمة unknown اللي هو السيمبل اللي قدامك الحاجة اللي اننا مش عارفها تمام كده طب هو هنا بيقولك مثلا 3 and 1 over 5 plus B equals 5 and 3 over 5 تمام عايز B equals ايه اول حاجة لازم تكون عارفها اكبر رقم بيتكتب في المسألة اللي قدامك دي كده يعني دي بلس يعني الكبير بيتكتب بعد الاقوال مدام هي بلس فالرقم الكبير في المسألة بتاعتي مكتوب فين بعد الاقوال الكبير ده بتعمله minus للرقم التاني اللي هو اللي موجود قدامك عشان تجيب بيه تمام ما هي المسألة فيها اتنين صغيرين والكبير لو انت عارف مكانك كبير هتوقع منه صغير يديلك الرقم الصغير التاني فبيدي بالنسبالي رقم صغير تمام يبقى البي equals equals 5 and 3 over 5 انا بدأت اهو بالكبير minus 3 and 1 over 5 الكلام ده equals بصوا like denominators ازاي هنزل 5 اهو في الـ denominator 3 minus 1 equals 2 وبعد كده روح للهول number 5 minus 3 equals 2 تمام فبقى الكلام ده equals V equals 2 and 2 over 5 2 and 2 over 5 زي ما انتو شايفين اهي انا خلاص اخترتها وكتبتها بس هنا هو توريت لك انت بتفكر ازاي طب هنا هم 2 and 4 over 8 minus D equals 1 and 1 over 8 طب دي يا ميس مسألة subtract الكبير بيجي فين في subtract تبدأ بي المسألة اكبر رقم في subtract هو الرقم اللي بتبدأ بي المسألة تمام احنا اتفقنا ان كبير هتوقع منه صغير هيدي لك صغير كبير توقع منه صغير يدي لك صغير او برضو كبير توقع منه صغير هيدي لك الصغير يبقى دي عشان اجيب دي هنا هعمل ايه هاخد الكبير بتاعي اللي هو 2 and 4 over 8 اوقع منه يعني اعمل minus minus 1 and 1 over 8 كلام ده equals ايه تهيات موجودة في الديناميناتور نزلتهم 4 minus 1 equals 3 روح للهول numbers 2 minus 1 equals 1 فانا معايا 1 and 3 over 8 هي ميسا اخترناه الا بعدها هنا هو بيقولك ايه g minus 7 over 8 equals 6 over 8 طب ما كانت كبير بتاعك فين في الماينس في السابتريكت هو الجي ده هو الكبير احنا اتفقنا في الماينس اكبر رقم بنبدأ بالمسألة تمام انا مش معايا الكبير ده بس معايا الاتنين الصغيرين يبقى هتعمل لهم بلص الاتنين الصغيرين دول هتعمل لهم بلص توصل للرقم الكبير حقول تاني في المسألة بتاعت الماينس اكبر رقم عندك بيكون فين هو اول واحد اللي بتبدأ بالمسألة طب هو مش من دهولي اعمل ايه اجمع الاتنين الصغيرين لما تعمل لهم بلص توصل للكبير يبقى الجي بتاعتك equals 7 over 8 plus 6 over 8 والكلام ده equals اهو ايت في الدينامونيترا هي و7 plus 6 equals هيا شباب 13 اصيبها بالمنظر ده حولها لي الميكسد لانه بصه هو هنا معظم الارقام اللي هو كتبها كتبها لك ايه ميكسد طب 13 divided by 8 equals 1 whole and 5 over 8 روح دور بقى هنا على 1 whole and 5 over 8 هيا ميس نعمل اللي بعدها كمان نعمل واحدة كمان J plus 3 and 3 over 4 الكلام ده equals 9 and 2 over 4 دي بلص يا ميس تمام وفي البلص اكبر رقم عندك بيجي فين بيجي بعد الاكول بيجي فين بيجي بعد الاكول احنا اتفقنا يبقى دول اتنين صغيرين الرقمين دول بالنسبة لي في المسألة رقمين صغيرين يبقى انا هتعامل مع الرقم الكبير اللي بيجي بعد الاكول اوقع منه يعني اعمل مينس لا اوقع منه رقم صغير يديني J الرقم الصغير التاني يبقى لو انت جماعت الاتنين الصغيرين عملت لهم بلص يوصلك للكبير تاخد الكبير توقع منه رقم صغير يديلك الصغير التاني تمام كده طيب يبقى انا دلوقتي خلاص فهمت ان ده الكبير بتاعي في المسألة ده الرقم الكبير عشان هي بلص تمام الكبير في البلص بيجي بعد الاكول هوقع منه ده يوصلني ال A لل J يبقى انا معايا 9 and 2 over 4 minus 3 and 3 over 4 هنروح نبص على مين على الفراكشنز عشان نبدأ نطرح هنعمل ريجروبينج تمام اللي هي ان 2 over 4 هتستلف من ال 9 ايه 1 فال9 هنفكر فيها انها ايد بلص 1 ال 8 هتنزل زي ما هي لكن ال 1 هخليها تبقى 4 over 4 اهو 4 over 4 واجمع 4 over 4 على 2 over 4 هيدليك 6 over 4 الكلام ده minus 3 and 3 over 4 انا بكمل المسألة هو بتاعتي equals like denominators اهو نزلي 4 تحت 6 minus 3 equals 3 6 هي اللي في النيومريتور minus 3 equals 3 روح للهول number 8 minus 3 equals 5 يبقى انا معي الريزولت بتاعتي عبارة عن 5 and 3 over 4 5 and 3 over 4 هي ميس ماشي الكلام قدامكم المسائل ثانية كده ان انتو لو عايزين تكملوا وتحلوا برضو باديكم ننقل ونكتب ودايما ندور فين الرقم الكبير لو هو طلبه منك تعمل بلص للاتنين الصغيرين لو هو طلب منك واحد من الصغيرين تاخد الكبير وتقول له مينس الصغير اللي عندك فتجيب الصغير التاني هي دي الفكرة اللي مش هتلغبطك خالص هنكتفق كده في الفيديو ده وهبلكم في فيديو كمان ان شاء الله نكمل في حل الاكسرسايز تمام؟ ما تنسوش بقى تدعو لي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني يكمل به معيكم ولايكو يشارع شنكو اللي يستفيد سلام عليكم